المقدس اللي جاي ده كارثة اللي جاي احنا عارفين في الاسلام عشان تعرف بقى مكانة وكرامة المرأة في الاسلام المتها مسوية للرجل ازاي كلنا عارفين حاجة اسمها الملاعنة ايه الملاعنة راجل عفانا الله وإياكم دخل البيت وجد زوجته في وضع زنة مع رجل غريب وما فيش حد شهود إلا الراجل والمرأة مش حد شاف تاني هنا حكم الاسلام ايه يبقى فيه ملاعنة ان الرجل يلاعن يشهد اربع شهادات انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين طب المرأة يضرأ عنها العذاب ايه ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين هنا مفيش عليها عذاب كلمتها هتبقى مساوية لكلمة الراجل حلو حلو رب الكتاب المقدس لا في كتاب النصارى لا في كتاب رب الكنيسة لا هتموت المرأة يعني هتموت حتى ولو ما فيش شهود حتى لو الراجل ما شافش اصلا معقولة ايه والله معقولة اسمع وشوف بنفسك عشان تعرف هل الاسلام كرم المرأة ام لا والكتاب المقدس هل كرم المرأة ام اهان المرأة شوف مع بعض كده في سفر في سفر التثنية كلام رب النصارى لانبياء سفر التثنية صحيح 22 عدد 13 و14 و15 يقول اذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها ابغضها دخل عليها غضان منها مش عايزها بص بقى عم عمل ايه ونسب اليها اسباب كلام واشاع عنها اسما رضية اسوق سمعتها ده مش دخل عليها وما عجبتوش وبس لا ده وسوق سمعتها كمان وقال هذه المرأة اتخذتها زوجها ولما دنوت منها لم اجد لها عذرة ما وجدهاش عذراء ما وجدهاش عذراء ايه بقى اللي يعمل يقول لك يخرجون الفتاة الى باب بيت ابيها ويرجمها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت ايه يا عم ده يا عم يا عم وانت ايه اكد لك ان هي زانية ايه اللي اكد لك وتبت لك ان هي زانية لعلها قفزت احنا عارفين انه ممكن عذرة البنت من نطة عالية مثلا منصور او شيء تفقد العذرية خلاص لازم تكون زانية طب افترضنا زانة وتابت لا تابت تابت مين يا عم لا لازم تموت يعني هتموت شوف بقى هتعرف بقى تكريم الاسلام الان هعمل لك مقارنة سريعة وبعد كده يقول لك الاسلام اهن المرأة هتشوفوا عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله جميع قال يخرجون الفتاه الى باب بيت ابيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لانها عملت قباحة في اسرائيل بزناها في بيت ابيها فتنزع الشر من وسط اهلها كلام ده فين كلام ده في كلام رب النصارى رب الكتاب المقدس لانبياءه سفر التثنية صحيح 22 عدد 13 وما بعده فين شروط الاسلام بقى ان الراجل اذا رأى زوجته وتجامع من اخر تزني مع اخر يعني ان احلف اربع شهادات فين فين الشروط فين الشهود مفيش مفيش الاسلام انا اسألكم سؤال صغير حتى ولو كافرة فقد كرمها الاسلام صدق حتى ولو المرأة كافرة فقد كرمها ايضا الاسلام دليل يا محمد كل المسلمين عارفين بل وكل المنصرين الفاشلة عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة صح كل المسلمين عارفين وكل النصارى عارفين هذا الحديث ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة وليدا طفل ولا امرأة ده الاسلام هذا هو الاسلام ما تيجي نشوف الكتاب المقدس اما الكتاب المقدس فتخصص تخصص تام في قتل النساء والاطفال ايوالله معلش كلام بدليل مش عايزين كلام انشاء وانا بحب الكلام اللي بدليل على طول ده اصحاح سفر وعدد اصحاح سفر وعدد اصحاح سفر وعدد انجيل سفر وعدد انجيل وهكذا اسلام قرآن سنة ما تقلف ليش انت يا نصراني انت ما تقلف ليش انت ما تفتأت ليش ما تقلف ليش تفسير من عندي نفسويتك تعالى نشوف ايوما كرم المرأة الاسلام الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا اكتب المقدس لا 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 عند الرب رب النصورة لا 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 سفر سمائيل الاول اصحاح 15 عدد 3 سفر سمائيل الاول سفر سمائيل الاول سفر 15 عدد عدد 3 يقول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم بل اقتل نعم بل اقتل رجلا وامرأة امرأة طفلا ورضيعا نعم جاملا جاملا وحمارا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال قال لي عشان هو حيكبر وحيبقى كافر افترض ما كبر وتاب قال لك عشان حيكبر وحيبقى كافر ماهو اغلب المؤمنين في زمن يسوع كانوا اولاد كفار اغلب المؤمنين في زمن يسوع ماهو كانوا اولاد كفار ايه يعني اللي حصل تمام